موسيقى تشبنا النهاردة ده مرحلة من مراحل تدشين أو تعميم مكتبات مصر عامة المتنقلة في كل محافظات مصر دي مرحلة من المراحل لتوزيع المكتبات ودي مخصصة في الأساس لمحافظات حياة كريمة يعني ده جزء من دور وزارة الثقافة في تفعيل الشق الثقافي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ست مكتبات متوجهة أو في طريقها دلوقتي إلى ست محافظات ثلاثة في الوجه القبلي هم إنا والأقصر والمينيا وتلاثة في الوجه البحري هم دمياط والدقهلية والبحيرة في مرحلة تانية بعد المرحلة دي في الخطة الاستثمارية لسندوق مكتبات مصر العامة وزارة التخطيط رصدت اعتماد لست مكتبات متنقلة جديدة يهمنا جدا أن احنا نعرف أجيالنا الجديدة إيه هي مصر إيه تاريخها إيه حضرها إيه حتى مستقبلها وطموحها وإحنا الحسن الحظ بنشتعل هنا من العاصمة الإدارية الجديدة ليه رمز بقى للطموح رمز لنقلة حضرية المصر نقلة نوعية جديدة وتنقلنا إلى المصاف الدول الكبرى التي تستحقها مصر وده طبعا طموح القيادة السياسية وإحنا جزء صغير جدا من أدوات تنفيذ الحلم ده على المستوى الثقافي كل مكتبة متنقلة هي تابعة المكتبة الرئيسية في المحافظة اللي فيها ولكن هي مش هتتركز في مكان واحد لكن هي هتجوب كل تقريبا القرى التابعة للمحافظة بقرى حياة كريمة هتنقل لها المعرفة والثقافة من غلال جدول ممكن تروح زيارة شهرية أو في كل أسبوع ويبقى أصلا المستفيد من الخدمات دي عارف المعادة بتاعها السابت اللي هتروح له بحيث أنه يستفيد من كل أوعية المعلومات الموجودة وفي نفس الوقت برضاك هتهتمل المكتبات دي بأنها هتعمل قوافل مراكز استكشافية مصرح قومي ربط بين كل تقريبا كل المؤسسات اللي بتهتم بالأطفال من سن 4 سنين لحد سن 16 سنين مشروع مكتبات مصر العامة المتنقلة الهدف الرئيسي منه تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وهو كما دعا السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي محور بناء الإنسان المصري احنا طبعا المكتبات دي الغرض منها هو رفع مصطوى الوعي الثقافي من خلال ما تتيحه المكتبات من مصادر معلومات كتب وما تتيحه من برامج سيتم يعني إتاحتها لمستخدم تلك المكتبات في مجال التكنولوجيا لأن المكتبة دي مش هتبقى قاصرة فقط على قراءة والاطلاع لا دع تقوم بتقديم خدمات رفع مصطوى الوعي الثقافي تنمية بشرية لمستخدم تلك المكتبات الجانب الثالث أنها تعمل تطوير للمهارات التكنولوجية للشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات لأن احنا دلوقتي مثلا بعض الكرة اللي احنا نستعادفها ضمن مبادرة حياة كريمة فيها مجموع من السيدات وسادة الرئيس بينادي بأن احنا يتم تدريب المرأة وتحت فرصة لها لزيادة الدخل للأسرة المصرية لذلك احنا بنتعلم مع وزارة الاتصالات في مبادرة اسمها قدوة تيك قدوة تيك الغرض الرئيسي منها تدريب السيدات على المهارات الصناعات الصغيرة ده جزء الأولاني الثاني حاجة بيتم استعانى ببعض المتخصصين في مجال إعداد دراسات الجدوى جزئية التسويق التغريف ازاي يعملوا ترويج للمنتجات الخاصة بيه مما يكون له عائد إيجابي على الأسرة من ناحية أو من جانب زيادة الدخل فطبعا ده المحور اللي احنا بنهتم بيه الأجانب طبعا موضوع الاطلاع الخارجي اطلاع داخل الداخل المكتبة والإعارة الخارجية مسموح للمستفدين ان هما يستعروا كتب خارج المكتبة المكتبة ده هيكون لها توقيتات محددة في كرة حياة كريمة هتبقى لها زيارات أسبوعية وهيتم استهداف بيها مجموعة الأطفال والشباب لرفع مستوى الوعي الثقافي جميل جدا لأن هما بيجيبون لنا كتب جميلة وأنا بحبي إن أنا أقرأ في مجالات كثيرة جدا مثلا زي مجال الكسس التهذيبية وبحب أقرأ في العلوم البحثة والعلم الاجتماعية وشي قصص كتيرة أولا بحبها زي قصة عيام بسمة السكر زيادة إن هما بيكلمونا عن زيارة القدرات الخاصة ومسلا زي كتاب تامر يهزم خوفه إن إحنا لال التعمر وإن إحنا نتنمرش على حد ترجمة نانسي قنقر